فجماعة أنصى الله الحوثي فجر اليوم الأحياء السكانية في محافظة مارب وسط اليمن بخمسة سواريخ باليستية وقال موقع الإلكتروني لمحافظة مارب في خبر عاجر عبر تويتر ميليشيات الحوثي الهرابية سهد في الأحياء الأهلة بالسكان في مدينة مارب بخمسة سواريخ باليستية ولم يتطرق المصدر إلى أي تفاصيل إضافية فيما لم تعقب جماعة الحوثي على هذه الاتهامات حتى الساعة وفي سياق متصل أعلن وزير الإعلام اليمني معمر إرياني في بيان مساء السبت إصابة ثلاث أطفال بجروح خطيرة جراء قصف بطائرة مسيرة للحوثيين في مدينة حريب جنوب مارب ووضح الأرياني أن المصابين هم مهند مبارك العقيلي وحمدان زيد القيسي وعلي ناجي القيسي ولم يتصل الحصول على أي تعليق من جماعة الحوثي حول ما ذكره الأرياني وشهدت محافظة مارب ممس اجتباكات مسلحة بين قوات الأمن الخاصة ومسلحين قبليين وذلك بالقومة من مركز العاصمة المحافظة التي تحمل الإسم ذاته وذكر مصدر محلي أن عناصر قبالية يعتقد أنهم من آل جلال هاجموا حاجز تفتيش لقوات الأمن بالقرب من مقبرة الشهداء استحدث أخيرا من أجل سد الضغرات التهيب وشهر المصدر الذي اشترط عدم كشف هويته إلى أن المسلحين رفضوا وجود نقطة تفتيش واشتبكوا مع أفراد الأمن بالإسلحة الخفيفة والمتوسطة وسط أنباعا سقوط قتل من أفراد الحاملة الأمنية ويتشكل الحادثة تهديد للأمن داخل مأدينة مأرب وخصوصا في ظل المخاوف منوجود خلايا نائمة للحوثيين داخل معاقل قوات الحكومية لكن الناشد زيت الشليب المتحدث من المحافظة قلل من خطورة الوضع وقال في تغريدتنا على تويتر إنما يجري اعتداء على نقطة أمن ويجري التعامل معه من قبل القوات ومنذ نوحه سبع سنوات يشهد الأمن حرب مستمرة بين قوات الموالية الحكومة الشرعية مدعومة بتحالف أسكري عربي تقوده السعودية والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على أدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ ستنبر 2014 وحتى نهاية 2021 أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص وكبت الاقتصادية من خسائر بـ 126 مليار دولار وبات معظم السكان البارغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم في العصر الحديث وفق الأمم المتحدة شنت مقاتلات تحالف الذي تقوده السعودية سلسلة غارات عنيفة على مدينة حديدة المشمولة باتفاق السوق هولم لوقف إطلاق النار وقال مصدر محلي إن الطيران الحرب استهدف معسكرات ومسودعات لجماعة الحوثيين في مناطق متفرقة داخل الحديدة وشهدة ألسنة لها بتتصاعد وذكر المصدر أن خمس غارات استهدفت معسكر النجة ومواقع في محيط الكلية البحرية بمعسكر جبانة ولم تعرف على الفور نتائج تلك الغارات غير المسبوقة داخل المدينة الواقعة على البحر الأحمر منذ توقيع اتفاق السوق هولم أواخل عام 2018 وجاءت الغارات غدا تتسلم الجنرال إيرلندي مايكل بيري مهامة كرئيس لبعثة الممتحدة لدعم اتفاق الحديدة ويعادة الانتشار وفي وقت لاحق أعلنت تحالف أن غاراته الجوي استهدفت عملية تخزين أسلحة بمعسكر قوات الجوي البحرية تم نقلها من ميناء الحديدة تحت غيطاء تجاري وأشارت تحالف في بيان شركة وكالة أنباس سعودية واص إلى أن ميناء الحديدة الخادئ لسيطرة الحوثيين تحول إلى ثكنة عسكرية يهدد الأمن الإقليمي والدولي كما أعلنت تحالف تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشرق قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات اليمنية وقال التحالف في بيان منفصل لتتبع قيادة الإرهابي المسؤول عن استهداف المدنيين وليس بمنأة عن التعامل لإشارة إلى قادة جماعة الحوثيين ولفت التحالف لأن العمل يستجاب للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات وتركز الغارات الجديدة على صنعاء وفقا لوسائل إعلام حوثية فقد شنت طاريران الحربي ستة غارات في محيط مطار صنعاء وغارات متفرقة على مقر بزارة الدفاع في منطقة التحرير ومحيط دائرة المشات العسكري في باب اليمن